السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب ان شاء الله تكونون بخير ان شاء الله الشرح لليوم هو كيفية عمل صورة مصغرة مثل اللي واضحة قدامكم وشلون تجيب الاشخاص منين من اي موقع تجيبهم والخط هذا الخط لان اليوتيوب يؤمر بالخطوط الواضحة في عمل الصورة المصغرة لكي تجيب لك المشاهدات والمتابعين ومنين تجيب الايكون هذا كله ان شاء الله رح نتعلمه في درس اليوم بسم الله نبدي اول شي تروح على موقع الخطوط اللي رح اخلي لك اسفل الفيديو الرابط اسفل الفيديو هذا الخط اسمه خط العربي خطوط خط الفارس هذا هو الفارس رح اخلي لك الرابط اسفل الفيديو تنزل لي جو شوي رح نضغط نضغط على تحميل هذا هو تحميل رح يبدي يحمل وياك الفارس هذا هو الخط الفارس ندوس على البرنامج ونضغط انستل رح يثبت عندك بصورة جيدة بعدها نروح على الفوتوشوب رح نلاحظ ان الخط موجود نضغط على تي وهنا الخطوط رح نلاحظ ان الخط موجود هذا هو خط الفارس بعد ما حملنا خط الفارس نجي الان نفتح باكراوند جديد لكي نعمل الصورة المصغرة نذهب الى فايل بعدها نيو بعدها نخلي الابعاد مع الصورة المصغرة الابعاد هي اول شي تخلي 1280 بيكسل وتحت 720 بيكسل والريزولوشين 640 بيكسل هذه هي ابعاد الصورة المصغرة بعد ما كملت تدوس على اوكي رح تظهر لك هذه الواجهة الآن بعد ما فتحت لك هذه الواجهة نجيب الشخص اللي راويتكم اياه بالصورة راويتكم اياه بالصورة اللي هو هذا مثلا نروح على موقع ايضا الرابط اسفل الفيديو هذا هو الموقع يجيب لك صور اشخاص مندهشين او فرحين او اي صورة انت تكتبها من خلال البحث يعطيك صور عالية الجودة ومجانا تقدر مدفوع وتقدر مجانا هنا مثلا بالبحث تكتب اميزد راح يطلع لك صور الاشخاص المندهشين او الشخص اللي اشر على حاجة ومثل هذه الصور او اي صورة تريد تكتبها انت راح يطلع لك بالبحث مثلا احنا نختار اي صورة لكي نعمل فيها صورة مصغرة مثلا هذه الصورة اللي موجودة في الصورة اللي انا مسويها هذا الشخص او نختار شخص ثاني مو مشكلة نختار شخص الثاني مثلا هذا الشخص نختاره نضغط عليه وداؤنلود هذا المدفوع جو بريميوم هذا هنا مدفوع تقريبا ثمانية يورو بالشهر وهنا فري داونلود نضغط على فري داونلود راح يبدأ يحمل وياك تقريبا دقيقة الى دقيقتين انا راح اسرع الفيديو بين ما يحمل والان يا اصدقاء مثل ما انتم شايفين تحملت الصورة ويانا لو نضغط عليها راح تفتح هذه الصورة نغلقها ونروح على الفوتوشوب نضغط فايل ونضغط اوبن وبعدها على This PC وداؤنلود اللي نحن حملناها بعدها نضغط على اول شي اللي هم اكتوب Excited يعني Excited Happy اللي هي هاي الصورة متحمس بعدها يا اصدقاء احنا نريد نحدد الشخص فقط يعني الـ background ما نريده هذا الواجهة الخلفية البيضة ما نريده احنا نريد الشخص فقط اول شي نفتح القفل القفل الـ background اللي هو هذا نضغط عليه مرتين راح تظهر لنا هذه الواجهة نضغط عليه اوكي بعدها يا شباب نروح على هذه الادات اللي هي التحديد نكبرها شوية تختار الحجم المناسب هذا هو الحجم المناسب وبعدها تحدد الشخص من الطوارف من طارف الرئيس الى الى تحت يعني تحدد الشخص من الطوارف هكذا هو يبدي تحديد تلقائيا هكذا بهذه الصورة تحدد الشخص مثل هذه الطريقة وتنتبه انه الشخص كله تحدد طبعا هنا لازم طبعا اذا صارت عندك مشكلة والتحديد عبر عن الصورة اللي انت تريد تحددها كل ما عليك تضغط على Alt والماوس التحدد ترجع التحديد الى الطبيعي والان تصغر التحديد نحدد الاصبع والان تحدد الشخص كاملة كل ما عليك تضغط على Click Amen وعلى الخيار الرابع راح تظهر لك هذه اللائحة هذه اللائحة وظيفتها هي يعني تعطيك الصورة سموث ونعمة انت كل ما عليك انه تضبط الاعدادات قليلا اذا اذا سويت كثير تأثر الصورة يعني لو تلاحظ الظل وما شابه تلاحظ انت تسويه بالصورة اللي انت تشوفها حلوة ومناسبة وبعدها نضغط OK وبعدها نروح على السهم نروح على السهم اللي فوق ونسحب الصورة عادي جدا ونوديها الى الصورة المصغرة الآن الصورة كبيرة جدا نسحبها وندوس على نضغط على كترل T كترل وحرف T وبعدها نحدد من زاوية الصورة ونضغط على Shift to Alt ونحرك بالماوس لحد ما تصغر الصورة نسحبها لجوه Shift to Alt والماوس لحد ما الصورة تصير مناسبة Shift to Alt نسحبها لجوه ونشوف الصورة بعدها كبيرة Shift to Alt ونصغر الصورة لحد ما نحصل بالحجم المناسب هذه الصورة المناسبة طبعا بعدها تضغط Apply وتقدر تحركها طبيعي جدا بعدها يا شباب احنا وصلنا للكتابة قبل الكتابة نسوي حركة مثل ما هي بالصورة مثل هنا نسوي background احمر او اي لون انت تحب خلفية للكتابة عشان تصير بارزة نروح على هذا المربع ونحدد مستطيل وبعدها نروح على هذه الادات ونختار اللون اي لون تحب انا مثلا رح اخلي لون احمر هذا هو اللون الاحمر وبعدها نضغط على السهم الآن وصلنا للكتابة نروح على حرف T ونختار خط الفارس ونختار الحجم المناسب ونكتب مثلا رح اكتب صورة نختار اول شي لون الخط ابيض صورة مصغرة مثل هذه الصورة ونقدر نكبر الخط ونزغر ونكبر نسحب شوية نعدله الآن يا شباب احنا خلصنا من الكتابة اذا الشخص مثلا نريد نسوي له ظل ظل خلفه نروح على اللير الخاص بال اللي هو هذا اللير الخاص بالصورة صورة الشخص نضغط عليها مرتين نروح على اخر شي دروب شادو ونضغط على دروب شادو رح تظهر انه هذه اللائحة نسوي ها اعلى شي ومن هنا نختار الشادو المناسب اي الظل المناسب مثلا هذا كافي وهنا ايضا العمق اي اللون طوخ اللون هذه الكلمة اسمها angle تقدر تخلي الظل يعني اسفل او اعلى الشخص نقلل نقلل شوية الظل عشان لا يبين غير واقعي هذا الظل مناسب جدا نضغط على اوكي بعد الخط ايضا الريد نسوي لظل نروح على اللير الخاص بالخط اللي هو هاي صورة مصغرة نضغ عليها مرتين نروح على drop shadow ونعدل على الخط نختار اللون اول شي اللون يكون عميق ونختار الظل وندوس اوكي هذا احنا سوينا ظل الصورة للشخص وظل للكتابة الآن نريد نسوي فد حركة الى هذا المستطيل يبين بصورة جميلة نروح على اللير الخاص بالمستطيل نضغط عليه وبعدها نضغط على keyboard 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 وبعدها نضغط على keyboard وبالموس ننزل المستطيل بهذه الصورة تعدل مثل ما أنت تحب مثلا بهذه الصورة زين هس احنا كملنا كل شي بقي الايكون مثلا انت تريد تخلي ايكون يوتيوب او ايكون فيسبوك او اي ايكون انت تحب تخليه نذهب الى الموقع الخاص بالايكونات الرابط موجود اسفل الفيديو هذا الموقع يقدم لك جميع الايكونات اللي تتريد ها مثلا ايكون فيسبوك كل ما عليك تكتب فيسبوك فيسبوك او تكتب يوتيوب مثلا احنا نكتب يوتيوب بالانجليزي طبعا وليس بالعربي رح يقدم لك جميع الايكونات التابعة لليوتيوب تقدر انت تختار الايكون المناسب لعمل الصورة المصغرة مثلا نختار ايكون مناسب مثلا هذا الايكون نشوف ها حلو تضغط على داونلود ايكون ان بي ان جي نضغط على داونلود رح يحمل وياك طبيعي جدا نروح على الفوتوشوب مرة ثانية بعدها نغلق هذه الصورة لان ما محتاجيها نروح على فايل اوبن داونلود هذا هنا مكتوب ايكون فندر يوتيوب نضغط عليه هذا الايكون كل ما عليك تسحبه وتودي للصورة المصغرة هذا هنا احنا جبنا الايكون الخاص للصورة المصغرة تقدر تصغرها وتكبرها على طريق الكترول والتي كترول حرف ت بعدها تضغط تشفت والت وتصغر الحجم المناسب لتريد انت وتقدر بعد تضيف ايكونات وتقدر تجيب صور وخلفيات يعني مثل ما نقول انت تقدر تبدع بالصورة انا اطيتكم الفكرة وانت بعد الباقي عليك تقدر انت تبدع بالصورة وهذا كان شرحنا لليوم وشكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة